علامات السحر و كيفية اللقية الشرعية يا أبا روية من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لعلامات السحر طبعا ذكر الله عز وجل أن الساحر يفرق بين المرء و زوجه فإذا حصل بغضاء و فرقة بين الزوجين لا لسبب طبيعي يعني ملموس مادي فهذا دليل على أن هناك سحر لأن الله تعالى قال يفرقون بين المرء و زوجه فإذا كانت حياة الزوجين مستقيمة وبينهم محبة و ألفة و فجأة لا لسبب ما في سبب هكذا حصل نفره شيء هذا يدل على السحر كذلك الضعف البدن أحيانا طبعا ليس كل ضعف البدن يكون سحر قد يكون هناك أمراض عضوية لكن شخص سليم ما في أي مرض عضوي أجرى تحاليل أخذ إشعاعات مثلا عمل منظار عمل يعني فحص طبي شامل ما تبين شيء و عنده ضعف في جسمه و نزول في وزنه هذا يقولون بأن هذا علامة كذلك السرحان و الشرود مثلا فيه سرحان و شرود و عدم انتباه كأنه يعيش في عالم آخر و ما عنده أمراض عقلية ولا عنده مثلا شيء لمر طبيعية قالوا هذا هذا أيضا من السحر يذكروني يا أخي الفاضل أمور كثيرة خاصة اللي لهم يعني عناية بالرقية الشرعية الرقية الشرعية عندك سورة الفاتحة عندك آية الكرسي عندك القواقل الأخيرة مثلا يعني عندك قل أوحي إلي عفوا أنه استمع نفر من الجن عندك قل ياه الكافرون قل هو الله واحد قل عوذ رب بالفلاق قل عوذ رب بالناس هذه كلها تقرأها أيضا أفتل علماء باعتمادا على ما ورد عن السلف من سبع ورقات سدر ورقات خضرات يعني تطحنها مثلا تضعها في ماء وتغتسل منها وطيب أنك تتواصل مع راقي الشرعي على منهاج سليم لعله يفيدك أكثر